بسوا احنا متحفزين لأمر ثاني يعني خلينا نبقى صرحة التوقيت التوقيت يعني يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فياته كتير اتكلم من زولاء انا برضه في منابر اعلامية مختلفة بس التوقيت كان عليه مشكلة طمحنا عارفين هو كانت المباراة في الاول الساعة سبعة بعد كده كان فيه كلام وكان فيه اعتراض طبعا من الاهلي وكان فيه طلب الاهلي يقدمه للكاف بعد كده الكاف رد ان لأ مش هيحصل تعديل للمعات كان مفروض هنا هيكون سبعة وهناك هيكون الساعة عفوا هناك سبعة وهنا هيكون الساعة اربعة بعد كده في الاخر تم رفض الطلب وبقت الساعة تلاتة طبعا وده شيء البعض قال لك يا كريم انا شايد اخوش التفاصيل اوي موضوع التوقيت ده بس البعض قال لك يعني هو ايه الحكمة يعني ايه الحكمة اهلي دايما بيلعب ساند داونز تحديدا وبتكلم عن برضه منطقة يعني معروف عنها الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ان انت لازم تلعبني الساعة تلاتة اربع العصر مش مفوومة يعني انا كان هوان دا اللي مش فاهمة هاد الوقت ايه الغرض من دا بس يعني خلينا نفطارد حسن النية برضي محب دايما نفطارد حسن النية بس طبعا توقيت مش افضل شيء ابدا هنرجع نقول تاني لعبتنا محترفة لعبتنا واخد على ده بشكل كبير جدا لعبتنا بالمناسبة كنتمتوقعها هذا الامر لكن طبعا هو توقيت لانت بتخدم مثلا تسوقيا انا عندك المباراة او غيره ان الساعة تلاتة دا ما هوش يعني اعتقد فارق لناس كتيرة اوي ان هو لازم يكون في توقيت معين بلس ان اصلا المباراة حسب ما انا عرفت يا كريم هي فور فري يعني هي هناك سانداونز عاملين الحضور الجماهيري ببلاش فانت في الاول وفي الاخر ما فيش حاجة او غرض مثلا ماركتينج او غرض مادي معين عايز توصله جراء القصة دي بس على كل حال احنا بنتكلم ساعات قليلة جدا وحندخل واحد من اهم اختبارات الموسم وحنقول واحد من اهم اختبارات الموسم فعلا عندنا مواجهة قوية جدا مباراة الذهاب في دوري السوبر الافريقي وليه بقول كده وليه بنقول ان هي مهمة جدا واختبار مهم لان انت بتتكلم عن تاريخ المواجهات بين الاهلي والسانداونز هو اللي بيقول كده انت بتتكلم عن تاريخ جبير جدا فيه تنفسية شديدة في شكل كبير كمان هنتكلم النهاردة عن ابرز المحطات بينهم وكمان حابة ان انا اتكلم شوينا وكريم عن البطولة هنتكلم عن البطولة في نسختها الاولى وهل انت بتتكلم حق المراد منه ولا لا فكرة مشاركة الاهلي ولا داعي اكبر ولا زي ما قيل انا في حاجة لهذه البطولة علشان انا في حاجة ليه القيمة الجائزة المادية منها يعني ده برضو على فكرة مشروع بالمناسبة فكرة كمان الاقبال الجماهيري على هذه البطولة اعتقد امر جيد جدا على المستوى كمان التنافسي بين الفرق التمانية برضو مقبول على درجة كبيرة جدا فالحقيقة خلينا نقول يا كريم في المجمل هي بطولة مهمة وبطولة غالية وبطولة مهمة للنادي الاهلي وادارة النادي الاهلي بالتحديد كمان فكرة اتخاذ هذا القرار وقرار صائب الناس كتير اجمعت عليه المشاركة في البطولة في نسختها الاولى بالحضور الجماهيري بكل اللي كلمت حضراتكم يعني عنه نتمنى كل التوفيق لكن اكيد اكيد مباراة الاهلي سان داونز يبقى لها طبيعة مختلفة وحرجى اقول تاني انا من الناس اللي فعلا عندي علامة استفهام عالم عدد المباراة تلاتة العصر ليه فاهم يعني ليه وبصي بعد ما الموضوع ده اتكرر اكتر من مرة بشكل لافت للانظار فلو افترضنا حسن انه قد يكون فيه سبب ما منطقي من وجه التنظارهم على الاهل ولكن طبعا معظم القراءة ماشية في سكة انها محاولة لاريافة اللعيبة بتاعة التفاهم ازاي بشكل او باخر لكن على كل احوال ايا كان معادل الماتش الساعة كامل والماتش كده كده ماتش قوي جدا وانا مستنين ان احنا نشوف من النادي الاهلي اللي يتماشى مع كونه النادي الاهلي